هل ترى عسكرياً إذا ما تحدثنا عسكرياً بأن إسرائيل تعد لحرب قادمة مع حزب الله اللبناني؟ دعنا ننظر إلى المشهد من وجهة نظرين الأول كيف يفكر حزب الله والثاني كيف تفكر إسرائيل كل المؤشرات أو جميع المؤشرات العسكرية الحالية سواء في حالة الاستعداد أو في حالة التماس أو ارتفاع وطيرة الضربات ما بين الطرفين تؤكد أن نحن ذاهبين إلى سيناريو الحرب ما بين الطرفين وأعتقد هذا على الأكثر السيناريو المرجح بناء على المؤشرات الحالية لا تنسى نتكلم اليوم عن حزب الله يعني رفع من سقوب في الضربات ضرب ثكنتين معالي قولان ثكنت عرعر يعني إصابة جنود نتكلم عن عمليات عسكرية ضرب موقع رامية، سماقة، رمثة، قاعدة ميرون يعني اليوم تتكلم عن الطرفين ينظر أو بادئ يعني إحنا وفقا للعلم العسكري أو لفن الحرب والعمليات نستطيع أن نسمي هذا أو تلك المؤشرات إنها عمليات تمهيدية للحرب يعني كلا الطرفين يمهد ينفذ عمليات عسكرية وهذه العمليات العسكرية تندرج تحت إطار العمليات التمهيدية للمعركة أو للحرب بناء على المؤشرات العسكرية التي شاهدناها رفع المؤشر، انتشار القوات، إسرائيل يعني عدت الخطط لاجتياح الشمال وأعتقد قائد المنطقة الشمالية قال بشكل واضح ويستعد لهجوم مواسع وكبير وعملية برية كبيرة يعني إحنا نتكلم عن أكو خطط وأكو بلانينغ بالموضوع وهناك يهيئون لهذا الفعل لا ننسى عامل جدا مهم مسألة تهيئة مسرح الحرب اللوجستية اللي هي إدامة الحرب أو إدامة القوات المشاركة بالحرب الإسرائيلية من الحدود الشمالية إلى الداخل اللبناني وبنفس الوقت تهيئة الدعم اللوجستي الاستراتيجي من خلال سعي إسرائيل نقول لإنشاء أو على أقل أخذ لرنكة لتكون ميناء بديل كل هذه المؤشرات بحذة تشيرنا أن الطرفين يستعدون إلى عمل عسكري ما ربما وهذا سيناريو لا نستطيع أن نستبعده ربما الضغط لحزب الله وعملية اشتراك حزب الله في عملية عسكرية عملية معقدة تدخل في جانب لا يقين لا سيما مسألة التعقيد مسألة الغموض لأن العنصر أو على الأقل البصيل الأقوى والأكثر تأثيرا وخبرة في العمليات العسكرية هو حزب الله بالنسبة لإيران اشتراك مقروم بقرار أعتقد من إيران حصرا ولكن اندلعة الحرب سيكون مجبر أن يتخذ إجراءات القتال وهي كما نراها كمؤشرات واردة جدا وتستطيع أن تلمسها بشكل واضح سواء من العمليات التمهيدية أو بإجراءات اللوجستية للعمليات اشتركوا في القناة